الآن أصبح أكون شيء جاهز. الآن يمكننا فعلياً أن نستخدم الكويري بداخل الـ Components الخاصة بنا. فضلاً سأذهب إلى هنا إلى Up.js ومن Up.js سأذهب إلى الـ Hello Components التي أريد فعلياً أن أقوم بتعديلها هنا. فبداخل الـ Hello Components أنا أريد أن أقوم بإنشاء كويري للـ Database عن Hello أو عفواً للـ Backend. الآن ليس لدينا Database لكن دعونا نعتبر أن هناك Database ولدينا Query اسمه له. فأنا أريد فعلياً أن أكتب هذا الكويري هنا بداخل الـ Act وأن يظهر لهذه النتيجة التي هي Data Hello. فكيف ذلك؟ فقد أفكر أن أكتب بهذه الطريقة مثلاً Constant وأسميه مثلاً Query بهذا الشكل. Query ويساوي وأضع التك هكذا وأكتب Query طبعاً مثل هذا Query وأكتب هلو بهذا الشكل. قد أفكر عفواً قد أفكر بهذه الطريقة وهذا هو الكويري. لكن أنا فعلياً كيف سأصل يعني كيف سأرسل هذا الكويري للـ Server مرة أخرى سؤال أنا كتبت الكويري لكن كيف يتم إرساله؟ فيمكن أن أستعين بـ Package Apollo Client وأقوم باستيراد منها شيء اسمه Use Query وهي Hook React Hook وأنا أعرف الموضوع الصعب إذا كنت لا تعرف React أبداً. هذه أول مرة تعاون مع React سيكون موضوع صعب لكن تتبع معي قلدني حتى ترتاح مع الموضوع وستصبح هذه مفاهيم أسهل. هذا أول تطبيق لنا فإذا لا مشكلة إذا كانت هنا لم يكن هنا عليك في مواضح يعني سيكون هناك أكثر من تطبيق حول هذا الموضوع. فإذا هنا أنا جلبت Use Query من Apollo Client وهنا بداخل الفنكشن يمكن أن أقوم بجلب الـ Data من خلال هنا فإذا من خلال عفواً الآن سأكملها من خلال Use Query وأقوم بإرسال هذا الكويري الذي أنا قمت بكتابته هنا أضعه هنا. وبعد ذلك سيعيد لي Object هنا فيها Loading هل فعلياً يتم التحميل أو الطلب إذا كان هناك Error سيظهر لي. وأيضاً الـ Data التي هي Object Hello World. هذا شيء جيد أيضاً. لكن هذا الكويري الموجود هنا هو مجرد String وليس فعلياً كويري. هذا هو String JavaScript. فحتى أقوم بتحويله الكويري تفهمه Apollo Client وترسله لل GraphQL بالBackend. يجب أن أستخدم شيء اسمه هنا GQL وأضعه هنا GQL بهذا الشكل. فإذا الآن أصبح هذا عبارة عن كويري فعلي والآن أنا قمت بإرساله لإستخدام Use Query Hook. والآن أريد أن أظهر هذه الهلغة هنا كيف أظهرها؟ فإذا مرة أخرى سأقوم بإضافة هنا Curly Brackets. كما قلت في السابق أن React هنا تعود لي بReturn أو React Component تعود لي هنا بReturn HTML مخلوطة بجابا سكريبت وبتالي هي JSX. فإذا هذا عبارة عن HTML للدف لكن الآن أريد أن أضيف جابا سكريبت فسأضيفها ضمن Curly Brackets. فسأقوم بكتابة هنا إذا كان هناك Error فإظهر لي هذا الإررر. فسأقوم بإضافة هنا عفوا سأقوم بكتابة Bary Graph Tag بهذا الشكل وأغلقه وبالداخله أنا أريد أن أظهر هذا الإررر. فسأكتب Error وثم Error إذا كان هناك Error طبعا هذه هي Short Circuit يعني. إذا كان Error سيذهب إلى القسم الثاني أو اليميني من الجملة إذا لم يكن هناك Error لن يذهب إليه. نفس الشيء بالنسبة للLoading هنا سأقوم بنسخ هذا السطر فإذا كان هناك Loading فأريدك أن تظهر لي أن Query is Loading. وأيضا بالنسبة للData إذا كان هناك Data فأنا أريد فعليا أن تظهر لي data.hello. فإذا مرة أخرى الآن سأجعل هذا H1 وهذا أيضا H1 أو H1. وهنا سنكتب التالي سنكتب Data from Server وثم نقوم بإعطاءه data.hello. هذا الشكل. فإذا الآن ما الذي سيحدث فإذا اللي نرى جاءتني الData من السيربر. فإذا ممتاز. فإذا Data from Server.hello from Server 2. فإذا أردنا العودة للسيربر. فإذا أين هو السيربر. فإذا مرة أخرى دعونا نذهب إلى السيربر. فإذا ها هو السيربر. فإذا ذهبنا إلى App.js الآن نحن في السيربر. فإذا أردت مثلا أن أغير Resolver هنا. أريد أن أقول هلو مثلا. هلو مثلا علي. فما الذي سيحدث هنا. طبعا لم يحدث شيء. لكن إذا قلت التحديد. تلاحظوا. هلو علي. إذا كتبت مثلا. هلو نورس. فأنا أغير من Backend. لكن تظهر النتيجة على Frontend. فإذا هذا شيء جميل جدا. فرماذا لا نطور الآن على التطبيق الخاص بنا. الفول ستاك الخاص بنا. وأن نجعله يقوم بتحية شخص ما. فيقول هلو علي. هلو نورس. حسب الاسم المزود. فإذا ماذا لو قررنا أن يزود اليوزر هنا بال Frontend. يزود اسمه. ونحن نقول له هلو من Backend. فإذا كأننا نقوم بعملية التواصل. يعني المستخدم يأتي هنا إلى الواجهة. يكتب اسمه مثلا محمد. فاسمه يذهب إلى Backend. Backend تعالج اسمه. تعيد هلو محمد. ثم يأتينا على الشاشة هلو محمد. فإذا ما رأيكم. فإذا اللي نقوم بذلك. فنحن الآن بال Backend. ب GraphQL. بواجهة Apollo. ونريد فعليا أن نضيف كويري جديد. فإذا بالType Definition هنا نحن بملف الأب. بالType Definition لدينا هلو. هذه هي الهلو. وهذه الهلو فقط تعيد لي string. الذي هو hello from server. ماذا لو أرد مثلا أن أنشأ كويري آخر. اسمه hello with name. بكل بساطة سأسمي هذا الكويري hello with name. هذا الكويري أيضا سيعيد لي string. أيضا أريده أن يعيد لي string فعليا. لكن أيضا أريد أن أزوده بالاسم. فهنا سأزوده ببراميتر name. الذي هو أيضا الType له سيكون string. يجب أن يكون string. فهنا قمت بإضافة هيكلية جديدة لكويري جديد. هذا الكويري اسمه الكويري يعني استعلام. استعلام hello with name. أنا هكذا اسميته. هيأخذ name الذي سيكون string. وسيعطيني string كنتيجة. فبالresolvers أيضا أحتاج أن أقوم بإضافة لهذا hello with name. حتى أعرف طبعا كتبت hello with name. hello with name. أحتاج أن أكتب resolvers لهذا. حتى فعليا الشيء الذي سيحدث معي أنني أعرف ما الذي سيحدث معي فعليا. عندما يتم كويري عن hello with name. فعندما يتم كويري عن hello with name. فسيكون هذا عبارة عن function فعليا. وهذا function أيضا يمكن أن يعيد لي بهذا الشكل. بالحلو name. صحيح. لكن كيف أزود هذا البراميتر. name الذي أدخلته هنا بالهيكلية هنا بالresolver. فيوجد طريقة. Resolver GraphQL. هذا الresolver هنا يأخذ عدة براميتر. من ضمن هذه البراميتر الأول. اسمه parent فسأكتب parent ونتغضى عنه ونتجهله لهذا اللحظة فقط نكتب parent. والبراميتر الثاني هو عبارة عن الargument التي يتم تزويدها عند الاستعلام عن الresolver. فهنا سأكتب console.log.args حتى أرى ما هذه الارgs التي يستأتيونه. وفقط فإذن الآن لنرى هل يوجد خطأ لا يوجد خطأ. وهنا أخضر يعني كل شيء تمام حتى لو حدثت يعني للإحتياط. ولنرى. إذن هنا سأقوم بإضافة query بهذا الشكل. هذا الquery سيكون اسمه hello. الquery الأول هذا. hello. فإذن hello سيعود لي hello from server. لا مشكلة. لكن إذا أردت hello with name. علي أن أزود name هنا. وأزوده بهذه الطريقة. الname سيكون مثلا نورس أو علي أو أي شيء. فإذن return. فإذن لاحظوا عاد لي hello with name. جيد. طيب ما هي الاركس فإذن ننظر إلى هنا. الاركس هي name نورس. طيب لو أنا قمت بكتبت هنا علي. لاحظوا الاركس name علي. وهنا hello name. فإذن يمكن أن أستفيد من الاركس بهذه الطريقة. أن أأخذ من الاركس name بهذا الشكل. وأكتب هنا hello name. وأكتب هنا from server. بهذه الطريقة. فإذن الآن لو قمت بrun. سيكتب هنا hello علي from server. لأنني كتبت هنا علي. وإذا كتبت هنا مثلا now مثلا. مرة أخرى. فإذن سيكتب hello now from server. لو كتبت مثلا أي شيء. سيكتب لي hello أي شيء from server. هذا بالنسبة للباك أنت. هذا بالنسبة للغراف كل أبور. وكيف قمنا بإضافة كويري يأخذ براميتر. طيب كيف نقوم بهذا العمل من react. فإذا ننتقل إلى رئت.